علاقة 3 سنين ننسها في قد ايه كل العلاقات اللي فيها حب ايا كان حتى لو 15-20 سنة مش هحط لها 20 سنة قدها بنحط لها من 6 شهور لسنة ايه بجد؟ اه بيقولك على كل سنة اديها 3 شهور الحزبة جميلة ايه سهلة وبسيطة من 6 شهور لسنة بقى فلة طالعا نضيف نضيف بس من 6 شهور لسنة تعمل ايه؟ تفكرش فيه بالليل مش هفضل بقى ازاي وهو جاري يا دكتور ما عدش افكر بقى ايه ليه بتفكيرك ايه ليه بتفكيرك اشغلي وقى انه جاري يا دكتور اعمل ايه؟ ايه هو جارها انا ممكن اشوف اي حد كاينة مشوفتوش بشوف صورته بشوفه تشوفوا صدفة حاجة وانه هي تدور ما تدوريش فقرة في الفيسبوك ما تدوريش على صورة ما تدوريش على ذكريات اللي عايز يخفه واللي عايز يخف من الالام ويتشافى من الجروح بتاعته ساعات انت بتتفرج عشان تتحكت وهي ايه دي اللي انت خدتها ايه دي اللي انت قلتو عليها لا او خدتو دي مساعد فعلا الناس انا شوفت حبيب يعملوك عادتها تحكتب فيه كتاب حلو قوي اسمه كيف ترمم قلبا مكسور يعني الكتاب بيتكلم عن القلب المكسور وقال انه احنا عندنا يعني طرق من ضمن الطرق دي او من اهم الطرق دي حيطة ان انا اشغل نفسي بحاجة تانية هم قالين ان انا ادخل في علاقة اخرى ولكن برضو بعد فترة لا بس في ناس فعلم النفس فعلا ما بتعرفش تتعافى لا تتعافى لا بحد جديد وده عادي ده ادفين منهم اسوياء ان انا بقى مخلصة العلاقة في شهرين دخلت في علاقة تانية مع حد تاني وقابلته عشان كده اقولت اللي هم قالوا هذه الطريقة دي من ضمن الطرق اللي تقالت في الكتاب وكمان ان انا دائما ما فكرش في العلاقة السابقة لان انا دائما يعني كيف اتخلص في الماضي العاطفي الماضي العاطفي بتاعي ما عادش افكر فيه طول وقت ما عادش ادور على صور ما عادش اتتبع اخباره خلاص لقيته قدامه صفة واحد معادي اه هيعمل حتة هيعمل حتة كده جواه وبيعمل حتة في العقل خلي بقى لحضراتك ان اي حاجة فيها رفض سلوك الرفض بيشتغل على جزء معين في المخ ويمكن انا كنت اتكلمت مع حضراتك قبل كده ده هو نفس الجزء اللي بيبقى الاحساس بتاع ضربة قلم سكينة قلم خبطة معينة هو نفس المكان اللي بيغبط فيه سلوك الرفض وتجربة على كده جابوا جابوا صور لناس يعني ايه كانت عندها مشكلات مع بعضهم مشكلات عاطفية ويظهروا الصورة دي فجأة ويشوفوا الاصر ده عن المخ يبقى موصلين اجهازة معينة يلاقوا انه هو فعلا حصلت شك في اللحظة دي